نزي كفام الإنعاء الأولى في تونس مرحبا بك أهلا وسهلا أهلا وسهلا نتكلم على ملف الكمور ملف أصبح ملف تطوين يسمى والمفاوضات كلها السائرة مع جهة تطوين بمجتمحها المدني بمسؤوليها الجهويين حول إيقاف الانتاج منذ 16 جويلية 2019 2020 سمحني 2020 وتسكير الفانة إيقاف الانتاج حول اتفاق سار منذ 2017 لم يتم تنفيذه وحتجوا لهم المدهرين والمحتجين والشباب كما يقولوا هما في تطوين على عدم التنفيذ وقفوا الانتاج وطالبوا بتنفيذ الاتفاق السابق جيتوا انتوما قلتوا احنا سنلتزم جيت الحكومة هذه قلت سنلتزم بالاتفاق السابق وادخلت في مفاوضات من أجل تغيير ما يمكن تغييره في هذا الاتفاق به بحصلت الحل في التفاوض وليس السلم تسوي شكرا جزيلا على الاتاحة الفرصة وحب نأكد أنه أحنا استعملنا سيغة الحوار أكثر منها سيغة تفاوض وحبين نكون في فحبين نكون فيها الجو هلاي فهذا التمشي معنتها لأنه التفاوض معنتها أسيغة التفاوض تعني ضمن ما تعنيه امكانية التصادم وامكانية أنه عدم الاتفاق قد يؤدي لتساعدهم هنا فيه تمشي الحوار أكثر لسببين سبب لوليني هو أنه فعلا فيه اتفاق ممضى في جوان 2017 والاتفاق هذا فيه أربع بنود كانت هي موضوع الاحتجاج اللي صار منذ البداية وللأسف معنتها كان من بين الاتفاقيات اللي تم امضاءها من ترف الحكومة السابقة وموقعها تنفيذه لأسباب يطول شرحها لكن اللي يهمنا أحنا اليوم هو أنه ثم تعهد من الحكومة أنه كل ما تم معنتها امضاءه من اتفاقيات معنتها في السابق الدولة متعهد به في إطار استمراريس الدول احنا تقريبا نقضينا أكثر من ثلاثة أسابيع من الحوار مع الجهة بمختلف ممثليها وكان جلسة 23 سبتمبر مجلس وزاري نعقد في الغرض هذا قدم إجابات على مسائل نعتبروها ذات أهمية كبيرة بالنسبة للجهة مش فقط في علاقة ببيت فقه الكامور لكن في علاقة بالجهة ككل ناخذ الإجزامبل على الجبس اللي هو قطاع مهم جدا وتونس من بين أكبر البلدان المنجف في هالمجال هذية صار اتفاق على أساس أنه من الموفى السنة هذه كل الترخيص اللي أسندت ولم تفعل في إطار مشاريع منها تنموية برجها يقع سحبها وفسح المجال لمن يرغب في هذا النشاط وهم كثر عطيت هذا على سبيل المثال لكن في نفس الوقت كانت المقاربة أنه تعطينا ماهوش تعاطي انتع عندك محضر اتفاق إيجا موية جديد ينطلق الحديث فيه ينطلق العمل عليه باش ما نبكوش في منطق معنتها زيدني 100 شغالي 200 زيدني اعتمادة إضافية في برنامج هذا منطق المتفاوذين منطق المتفاوذين وفي نهاية الأمر واضح أنه الكلمة كلمتين كلمة المحتجين الشباب المحتج والممثل في الحوار وكلمة الحكوم هذا مزوز كلمات المتناظرة اليوم في هذا الملف سؤالي كان هل توصلت إلى حل ما جاوبتني سيستم تساوي مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالمنفات الاجتماعية أنا جيت باش نجاوبك أي جيت باش جاوب هذا الإطار أنا حابيت نحط الإطار اللي أحنا في سياقه المفاوذات قلت أنه عادنا ثلاثة أسابيع نتفاوذوا نحكوا ونتحاوروا في هالمجال هذية قدمنا كثيرا في النقاط اللي هي موضوع اتفاق نتعى 17 وفي نقاط أخرى لأنه شباب الجهة وممثلي الجهة لأنه كانت تم تمثيلية الأكثر من طرف في هالحوارات هذه منظمة الوطنية بعض النواب بعض الشخصية الاعتبارية إلى آخرية قدمنا مليح ولسبب هذا في أول خروج إعلامي ولممثلين الوفد الحكومي تحذف على تقدم 80 إلى 85% من نقاط قاد بعض النقاط اللي هي بدت خلافية أولى متعلقة بال1500 انتداب في الشركات البترولية واذا اعتبرناه معنتها نقطة معنتها غير مقبولة في الاتفاق لأنه ما تنجمش تبرم اتفاق مع الناس في حق غيرك وهي شركة بترولية تقدمنا برشة فيها الاتجاه هذا والوفد اللي يمثل الجهة هو بحد ذاته طور وغير في أسليبه من خلال معناه تفاوض أصبح ثم حديث على طاولة بشكل جدي ومن خلال حوار يعني يستند إلى معطيات مش حوار معناه اللي يستند إلى الشعار هذا نعتبروه تطور مهم وإن شاء الله من خلال معنتها الاتفاق النهائي اللي ممكن يتم الأعلان عليه في أفق معناها الـ 24 ساعة أو 48 ساعة الخادمين توتراو بالكاشف أنه وصلنا إلى حلول فيما يتعلق به هذا كذلك فيما يتعلق به 80 مليون دينار اللي هي كانت موضوع كيف كيف خلافي أحنا قلنا ما عدناش حتى مشكلة في أن 8 مليون دينار لصندوق التنمية والإستمار على مصرف جهة أوكي إذا كان الجهات قادرة على هذا على معنتها أنها تستهلك المقدار هذا من المبالغ حب ذا أحنا شنو مشكلتنا تيلة السنوات هذي كل أنه عادنا فلوس وضخف الجهات لكننا ما نش قادرين نصرفوها حب ذا دونك النية متجهة نحو أنه أوكي 8 مليون دينار وهذا أحنا متعهدين به قادرة الجهة أنها في أفق ستة شهور أو في أفق سنة معناها تستهلك الاعتمادات هذه وفق برامج طبعا مش فلوس مش تعطاها كيكا وفق برامج وفق آلية تم الاتفاق عليها أحنا مساعدين مش نمشو في أكثر من هذا وبالعكس يليت لو أنه معنتها السيغة هذه معنتها لو تكون في مختلف الجهات نكونوا معناها قدم المليح في مضمار التنمية أحنا في هالجو هذية معنتها أعتبر أنه قدمنا معنتها خطوات مهمة جدا اليوم تم مجلس وزاري مضايق ينعقد مساء ثم ولي تتوين موجود اليوم في تونس مع رئيس وفد الحكومي المفاوض سيمون صف عشهور اليوم مش يصير مجلس وزاري مضايق لسياغة مشروع اتفاق أو اتفاق لأن الجهة قدمت مجموعة مقترحات فيها جديد وفاها تفصيل في علاقة بالقديم لأنه كان ترى نعرش طلعت تكيدا عندي محظر عندي محظر اتفاق اللي خرجوا سيد ولي تتوين لك أحكي لك على المحظر المحظر الليوليني أبو بكر فيه عنوين أحكي على معنتها ما ثماش تفصيل ولأنه الناس اكتبت بنار الاتفاقيات اللي ما تتنفذش ولأنها ما تحددش سق زمني ومتحددش آليات الناس ما عالش عندها فيق قلنا أحنا ما فيها بس الناس إذا كان ثلاث سنوات ما تنفذ حد شي والسبب في هذا أنه مش نعم ماكي اتفاق جديد يتضمن نفس العناوين ما نش بش نبلو فيق وفقته أنه مش ما صار حد شي صارت بعض الانتدابات صارت كذا بنيتوا عليها بنيتوا عليها وقلنا ما هو تفصيلي وينجم يعزز فيق ما بين الناس خطر اللي موجودين في تطوين والموجودين في بنزرت كلهم تواسع ثم قاسم مشترك اسمه ذكاء تونسي اللي كان ما يفهمش وانا كنت نحكي في الأفتا ومع واحد من الخيان اللي ما كانش يفهم في قانون المالية وفي الاقتصاد أصبح يفهم مش برشا يفهم شوي المهم أصبح يفهم ولابد أن نتعامل معها الذكاء التونسي هذا يبقى قدر كبير من الاحترام شنو طالبينهم طالبين قدر من الوضوح في علاقة بالاتفاقية هذه في تفصيلها قلنا نمشو في تفصيل هذا احنا ملتزمين والجانب المقابل عنده قدر من الاستعداد والفهم باش يترجم معنتها فهم وهو كذلك للوضع الاقتصادي والمالي من خلال التزام يمضى معنتها في نهاية المسار دونك احنا مشينا في تفصيل التفصيل وهذا ان شاء الله النهارة اللي ينشر الاتفاق يكون بين يديكم وبين معنتها على مرأة ومسمع من الجميع اللي فيه تعهدات واضحة صريحة ذكرنا شنية تعهدات لولاية تطوين سيسليم تسوي وفق الاتفاق الولين لا لا وفق الاتفاق أو مشروع الاتفاق اللي بشيخرج هدايا واللي تو بيصدد النظر فيه معناها أعطينا فكرة اجملية خلي أهل تطوين والمحتجين في تطوين يبدأوا عندهم الفكرة ويبدأوا يدارسوا في الموضوع معناها خطر اللي يمكن أقرأ لو 77% متوانسة في سابق الأرى أخير الأمراض مش موافقين على التمشي اللي يسير في ملف ملف تطوين إدارة الدولة وإدارة الحكومة لملف تطوين الخسائر المسجلة حتى اليوم تقدر تقديرات مختلفة مش خسائر يسير المنكة جانية المنكة جانية معناها مدخيل أي مدخيل كنا بش تدخل للشركات والدولة ومدخلتش مش خسائر تقريب تقدر بـ 1500 مليون دينار حاجة قريبة من هذا مش صحيح رقم برشا مياه تقريبا تقريبا هذا دونك الناس ترى ستيك خاسرة لتاب خاسرة كده الوضع هذا الكل الناس تقول لك رأو سوء إدارة دونك خلينا نكونوا بالوضوح نعرفوا ما هو المطلوب وماذا تقترحون بح بالنسبة المخترحات اللي جات في الاتفاق الولاني ثم المخترحات اللي تلتها هم عنوين عنوين كبرى النجم نسميهم لك عنوان أول في علاقة بشركة البيئة والغراسة والبسنة طلبوا في اتفاقية 2017 معناها انتدابات في حدود 3000 موطن شغل نفذوا منهم 2500 نبقوا 500 حنا تعهدنا بال500 المتبقين باعتبارهم موجودين في الاتفاق بالنسبة الرصد مبلغ 80 مليون دينار سنوين كما كنت نحكي لك معنتها معنتها تم اتفاق على روح هالعنون هذية المسؤولية المجتمعية في ترى مسؤولية المجتمعية لشركة تونسية البترولية بالنسبة لشركة الجنوب للخدمات فيه شيء متعلق بالانتدابات فيه شيء متعلق بالإدارة العامة فيه شيء متعلق بالتدقيق اللي تم تسمية مدير العام جديد بالنسبة لشركة الاتفاق بدأت بدأت تطبقوا معنى في أشياء بدأنا 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 فعليا وحنا رأوا من الموقف معنتها فيه تصعيد ولا ما فيهوش هذه التزامات الدولة أمام مواطنية تعملهم حتى وإن كان ثم رفضوا لما ثماش الدولة ملتزمة بأشياء أمام مواطنية مايش بش تكون موضع معناها تراجع أو نقاش وكأنه داخل في شنتاج لا سبيل إليه حقهم منذ باتفاق مبينياتهم ومبين دولة دولة ملتزمة أنها أنتطبق حول التشغيل بشركات البترولية وشركات العاملة بالصحراء هذا كيف كيف عنوان مهم في محضر اتفاق وتقريبا وصلنا إلى اتفاق تصد وصلتوا الاتفاق كيفاش الاتفاق بش يكون هم طالبين 1500 مشينا في سياغ جزء منهم تشغيل جزء مهم منهم مش هيقة تشغيلهم والجزء الآخر مش يكون في إطار 1000 قرض معنتها يتعطى للشباب غديكة في إطار معنتها مبادرة مشاريع أي لأنه 1000 قرض يعني على الأقل على القل 1000 موطن شغل إذا كان كل واحد يعمل مشروع يشغل كان روحه ثم 1000 موطن شغل نعرف شكال لكم في الاجتماع قال لكم به شنو يضمن لأن الشريكة ولا مش نعملها بش تخدموا بش ننجح قد طولهم ذمانات بأنه بش كنوا متعاملين مع مؤسسة بيترولية ومؤسسة دولة كيفاش ممكن هذا أن نسهل علامة دنيا نحللهم ببان في علاقة بالصفقة العمومية مع المؤسسة العمومية وهذا يسمح لها أنها تكون شريك في معنتها المشاريع أو التدخلات اللي ممكن نقوم بها أي شريكة أخرى دونك عندهم الأفونتاج هذا واللي خلاها تخرج من منطق أعطيني شهرية وأني قاعد أروحي إلى منطق أني نصبح داخل في دونك شنو نقطة القادة تعال قاتوا باي 1500 هذا المقترح فيه اتفاق؟ فيه اتفاق فيه اتفاق وإن شاء الله أنا من أحبش نسوق الأحداث لأنه أبو بكر معناتها ثم مجلس ويزاري العشية كيفا فاليدر توسع هذه المقترحات اللي على الطاول هذه المقترحات اللي جاتنا وإحنا احتراما لهذا التمشي قلنا ثم معناتها مقترح جاء يناقش مساء إجمالا ثم توجه إيجابي على المعنى هذية ثم نمضي إلى معناتها الخطوة اللي تليها بإعلانها الاتفاق هذية ولنعتقد أنه به نعتبر أحنا كحكومة كفينا ووفينا لأنه أنت هذه طلباتك وهذه التزاماتنا نحوك أحنا هنا شنو كان جاوبنا عليه وكان إيجابي جدا على إطلاقه وكان إيجابي جدا وما على أطراف الحوار إلا أنهم كل واحد يلز يلتزم بما هو مطالب الاتزام به سيغلق الليلة إن شاء الله نأمل ذلك بموافقة المتفاوذين في تطوين بموافقتهم أحنا بالنسبة أن فيه احتجار صار في تطوين على معنى أن الدولة لن تحترم التزاماتها خذينا الاتفاق هذية وعبرنا صراحة أننا ملتزمين بما تعهدت به الحكومات السابقة سنعبر عن هذا وسنفيد عليه بقرارات أخرى متعلقة بالجهة وسنعلن هذا للناس حتى نكونوا معناتها واضحين معناها كل الوضوح في الجهة ما نحبش نسبق لحداث ونقول لو كان ما قبلوش ولكن كل واحد في دارهم عنده منغيلة متع الضو المنغيلة متع الضو هذيك هي ملك للدولة التونسية ليش ملكوه لونغ هذيك حطتها باش كوك ما خلصش الضو وجي تقص عليه الخلاف قعد هاك المنغيلة هذيك كيتي ما تخلصش نجي نقص عليك وإلا ما نجيش نقص عليك نجيش يجي مواطن وهو ما خلصش يقولها ما تقصش علي إلا إذا كان منحها بالعنف سكر عليها الكياس وكذا وقالها ما تعداش وكذا اللي يساير في تطاوين اليوم هو أنه الفانا هذي هي أصبحت لم تعود ملك للدولة التونسية أصبحت ملكا لأهالي تطاوين كي ما تنفذوش وكي ما تعطيونيش نحبوه نقصها كيفاش مش تقصوها خلال المشكلة هذي هو صار صار معناتها توضيح المسألة هذية في ندو الصحفية اللي عقدها سيد رئيس الحكومة منذ يومين في بالي كان هذا معناتها اللي عبر اللي هو كان استجابة وتعبير على موقف رأي عموم التونسية بشكل عام اللي هو أن الاحتجاج مكفول التظاهر مكفول كل أشكال تعبير عن رأي المخالف مكفول بالقانون وبالدستور هذا متفخين فيه لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر الوضع على ما هو عليه فيما تعلق بالأشكال الجديدة في الاحتجاج واللي ترتهن كل مرة معناتها مدخرات وإمكانية الدولة معناتها على معنى مطاد مطلب فئوي أو قطاعي أو جهوي هذا كان واضح في خطاب سيد رئيس الحكومة وانا نأكده من هذا كان المقصود بتطبيق القانون بقوة الدولة هي مثلا مبدئية ماهيش بالضرورة في علاقة بتطوين هي مثلا مبدئية ستطبق في علاقة بكل أشكال قالها في علاقة بتطوين لأنه اليوم لما تروح تطوين لكن احنا شفنا المشهد في كثير من المحطات الأخرى سبق تاريخيا وتعامل معها كانت تعامل فيه كثير من الأريحية فيه كثير من الصبر فيه كثير من التفاهم لأنه وشفنا كيف كيف أنه لما الدولة تتقدم في تجاه أنها تطبق القانون كل معناها الأقلام وكل الألسن تتوجه على معنى شنية على معنى أنت مش قدمتوا للناس باش طلتوا عليهم معناتها القهر هذا المسألة بالنسبة لنا مسألة مبدئية كل أشكال الاحتجاج مكفولة وكل أشكال معناتها التوجه لفوئا للإعلام حتى لمؤسسة الدولية إذا كان معناها مؤسساتنا الوطنية مش قادرة أنها تجيب لك حق هذا متاح للنس كل فيما فيما اليوم معناتها أصبحنا في وضع الاقتصادي والمالي النس كلك تشخصه تقول راهو وضع اقتصادي والمالي صعب وصعب جدا وفي نفس الوقت معناها ثم مطلبية متعلقة بمعناتها التزامات وتعالي جديدة عندها انعكاس مالي كبير في نفس الوطع هذا ثم اتفاق سابق نقول احنا مستعدين أن ناخذ جانب من التضحية لكن الجانب الآخر معناتها المتعلق بغلق مواطن الانتاج سواء كانت معناتها في تطوين ولا في غير تطوين هذا في بالي معناها ما يقبله حتى حد ولا يمكن أنه معناها نستمر في تعامل معه بالقدر هذا من الصبر والهدوء سؤالي خسلمتي سويه هو الأخير لذيق الوقت أنت مستشالة دارئيس الحكوم وكلف بالملفات الاجتماعية أنت كنت ويلي سليانا مثلا سابقا تحية لسليانا تحية لسليانا وليه لي نفي سليانا كن حلو الكارتة منتع نسبة الفقر لدى المتساكنين في 24 ولاية من الجمهوري حلو الكارتة قدامنا ونتفعل هكا ببرود مع النسب منتع الفقر وتوزيع الفقر في كل ولاية نلقا أن الولايات جو جزء من الولايات اللي هي ما هيش الأكثر فقرا هي الأكثر احتجاجا أحيانا والولايات ربما الأكثر فقرا هي الأقل احتجاجا بصفة عام ناخذ بيجة مثلا ناخذ زغوين مثلا ناخذ الكيف مثلا ناخذ القيرا وين ناخذ المهدية اللي هي موجودة في النسب الأعلى فقرا المهدية مش بتأكد الأعلى فقرا في الجمهورية حسب ما عاد الأحصاء وهي الولايات الأقلة تظاهرا ضد الفقر والتهميش لأنها بكل بساطة ما عندهش ما تفق للدولة وما تقص على الدولة هل أنه اليوم وقت يضغط تضغط عليكم تطوين تضغط عليكم قفصة وهي قفصة موجودة في الولايات الأقل فقرا متساكينها ولا تضغط عليكم جهة أخرى القسرين ولا غيرها تستجيبوا للبعض منها والولايات الساكتة ما نسميه نحن الولايات العاقلة وقت لي هي ما تحتجش وهي الأقل فقرا ما تعمل له حتى شيء أنا نحب نخرج من المنطق هذا ونخرج بكله من المنطق نحب نخرج من هذا المنطق لأنه حل وطني ما هو الجهة تتفق تتفق في بالي معناتها إذا كان الحل هو كذلك وطني فعلى كل مكونات معناتها الفاعلة ومكونات الحية في بلادنا أن نتحدد موقفها بالوضوح من مسألة غلق مواطن الانتاج وارتهانها في كل مرة في كل مرة ثم احتجاجه في كل مرة ثم مطلبية أنا نعطي أوليت عم نوي كانت تذكر فيه جندوبة صار مشكل فيه فرنانا وكان ثم تواجه نحو قطع الماء وما نحبش نعطي ديزار جيموا ولا نعطي حاجات معناها للجهات بيش تعمل نفس الشيء مش هذي المطروح المطروح أنه كل جهاتنا على نفس القدر من الأهمية والتعامل معها لابد أن يكون كذلك أحنا في اللحظة اللي معناتها عملنا جلسة 23 سبتمبر متعلقة بالكامور تقريبا بعدها أسبوع أنا أكدك أنهم مستحيل يقصوا الماء هذا نأكدهلك سلم تسوي مستحيل يهدوا أمو مستحيل يصف ما صارش والحمد لله أنه ما صارش والحمد لله أنه معنتها تفاعل الناس يختلف من مكان إلى آخر وأن النجم ديما جمي على بلس ديزار معنتها أنت كترا تطاوين وما نشي مبرر لكن حاول أن نفهم من الولايات الأكثر فقر نعرف بكل الأحوال بكل الأحوال ثم مستويات في التفاعل يمكن يدخل فيها المجتمع المدني يدخل فيها المنظمات في القدر على التأثير يمكن ظروف الناس أضل شوية من ظروف جهات أخرى إلى آخرية وهذا اللي يبرر لكن بكل الأحوال هذا عمره مكان ينجم يبرر معنتها عملية ارتهان هل المعطى الثاني في تار تفاعل مع سؤالك أحنا رانا ما نشي منطق البردفير وهذا يمش نبرهن عليه وهذاك عليش منذ أسبوع قلنا رانا ماشي للجهات كدفعة أولى مدنين جفصة وجندوبة وثم دفعة ثانية ودفعة ثالثة على أساس أنه سنتوجه للجهات وين ثم مشاريع وين ثم إشكاليات باش نمشو هذا التوجه مش اللي يحتاج فقط لكن اللي ما يحتاجش واللي عنده إشكاليات وعنده مطلبية نروي أنك تلتفت له شكرا جزيلا سسليم التساوي المستشارة داريس الحكومة المكالب بالملفات الاجتماعية يقول في ملخص أنه في الـ 24 ساعة 48 ساعة القادمة باش نقدموا الحل لمشكلة الكمور وتتوين ونغلق هذا الملف هذا ما تقوله سسليم التساوي شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك بارك الله فيك شكرا جزيلا